السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللي سفسار. ما هي اداء مقياس حرارة الماء؟ حل هو الترموميتر؟ واذا هو اين اجده؟ اول شيء هناك مقياس مقياس طبعا هو يسمى الثرموميتر او مقياس الحرارة للسوائل او بالصفة عامة مثل او لجسمه. هناك نوعين واحد يستخدم لجسمه سبيل المثال لكن لا ننسى استخدام هذا النوع الذي يقيس حرارة جسم الانسان لان هذا لا يتحمل اكثر من درجة معين لربما خمسين ممكن الا يعني عندما تبحث عن مقياس الحرارة الثرموميتر يفضل يكون النوع الذي يمكن يقرأ اكثر من خمسين درجة معوية. يعني اذا سبيل المثال تاخذ قياس الماء الساخن هو لدرجة الغليان فالماء الساخن يوصل لدرجة الغليان هو يكون قياس مئة درجة معوية. بالتالي اذا كان ثرموميتر مقياسه الى خمسين ما يتحمل اكثر من ذلك ممكن انفجر. لكن مع التطورات هذه في هذه الادوات هذه اصبحت اليوم بكل يصر سهولة حصول على ثرموميتر يعني خاص مثل الكتروني او بقراءة يدوية يعني يعمل شكل يعني منول او يدوي او الكتروني. ممكن يعني بحيث انه ياخذ قراءات اكثر يمكن يوصل الى مئة درجة معوية او ربما اكثر. هذا هو الافضل بحيث عندما تقوم بقياس درجة سخونة الماء ساخن يكون على خمسين درجة معوية هو المقدار اللي تناوله لدى الكبار. لكن ننصى هذا تماما استخداما لأول مرة او احيانا في بعض الوقات اذا لازم الامر. لان خلاص بعد ذلك يكون خلاص تعرفته. لان هذه هي الحرارة اي سخونة الماء ساخن. وبالتالي استطيع ان الكوني شخص مبالغ يستطي يملل فم خلال الجرع الواحدة دون يحرق نفسه. وهذا بقياس دقيقة جدا من حيث وخمسين درجة ماءوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة